تكنو بلانيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة إليكم إخواني أخواتي في قناة تكنو بلانيت كوكب التكنية نستأنف دروسنا بالدرس السابع والأربعين في سلسلة الأسطر الإلكترونية والسادس في السطر السابع فوكوس 14 ومع الإضافة الرائعة برايل إكستاندر جميل كما تدارسنا في الماضي أنه ولو لم يكن السطر تدعمه هذه الإضافة ممكن أننا نجعل اختصارات له من خلال الإضافة وسنعرف هذا فيما بعد وسنعرف أيضا أين سنجد اختصارات هذا السطر وسنعرف أيضا كم من سطر تدعمه هذه الإضافة إنها الإضافة الرائعة الآن خلونا نمشي لندور في إعدادات الإضافة طيب أنا ركبت السطر وهو لم يشتغل ضغط كما سبق نشارنا إن فيديا ماج كا لأنه هو السطر الثاني الذي أدده بعد برايل سنس اللي عندي هو السطر الأول أنسير أو إن فيديا كا إن فيديا كا والتاني إن فيديا شيفت كا الآن لما شغلت السطر لم يشتغل عندي ولم أضطر إلى إعادة تشغيل إن فيديا بل ضغط فقط إن فيديا شيفت كا وجاء السطر طيب خلونا نمشي إلى إعدادات الإضافة أنسيرت إن تفضيلات دخلناها باليمين ساعدنا إلى فوق مرة واحدة برايل إكستاندر برايل إكستاندر 19 janvier 2005 211 408 الإضافة لما شرحت في الدرس الماضي تحدثت يعني تحديثاتها متتالية تقريبا الآن واحد فاصل تسعة نفتحها باليمين ضليل الأستخدام دال واحد من 11 فيها 11 عنصرا أول شيء سنتجول فيها تالي الاستخدام سنتكلم عنه وقد تكلمنا عن بعضه وعرفنا كيف نعرف أن السطر مدعوم أو غير مدعوم عرفنا أنها إضافة ذكية وعرفنا اختصارات لوحة المفاتيح بالتعامل مع الإضافة عام عين 2 من 11 عام هذا عام غير شغال في الوقت الحاضر لا أدري لماذا فيما بعد نعرف المشكلة وكونها جداول برايل بـ 3 من 11 جداول برايل هذا لتحديد جداول الإدخال والإخراج وسنعرف كيف ذلك في هذه الحلقة سمات النصوص سمات النصوص هذه ما يسمى بـ أدري برا هذه إذا شغلناها تضع لنا خطا تحت الكتابة في الورد والتيكستي وغير ذلك في الملفات النصية وإذا أغلقناها يبقى النص عاديا في الخط المائل سنتجول فيها كذلك الاختصارات السريعة الاختصارات السريعة هذه للإيماءات الجديدة التي أنشأناها نحن التصميات تـ 6 من 11 التصميات هذه التصنيفات التي يعني الاختصارات التي تحطينا في البداية سطر مثل الرابط إذا كنا نتصبح رابط يقول كراء نقطة تـ إلى غير ذلك سنراها كذلك محرر الأوضاع محرر الأوضاع هذا لم يشتغل بعد لمحا حول الجدول لإدخال برايل هذه اللينا رأيناها إعادة تحميل الإضافة يعني الريستور هذه رأيناها البحث عن تحديث هذه رأيناها كذلك إذا ضغطنا عليها نبحث عن التحديثات الجديدة الموقع طف 11 من 11 الموقع الإضافة إذن الموقع لا حاجة لنا به البحث عن تحديثات لو ضغطنا عليها تحديث برايكستندير محاورة لديك آخر إصدار متاح آخر نسخة هي واحد تسعة نقطة صفر واحد نقطة صفر خمسمائتاني وأحد عشر ألفا وأربعمائة وثمانية إياهم هنا واحد فاصلة تسعة وسيبدأ يستعرض التغييرات نضغط على موافق نرجع من الجديد قلنا الموقع قلنا البحث عن تحديثات إعادة تحميل الإضافة إذا عادت تحميل إضافة هذه عندها اختصار وهي إنفيديا وويندوز والك سنجربها نضغط إنفيديا ويندوز ك تم إعادة تحميل إيادي إنفيديا ويندوز ك نرجع إنفيديا قائمة تفضيلات قائمة فرعي الآن بغير ضليب الموقع البحثة إعادة لمحة حول جدول لإدخال برايل لمحة حول جدول إدخال برايل الحالي دا كان العربي يعطينا لمحة عنه في رسالة تظهر عندنا ونخرج منها بإسكيب إشعب محرر الأوضاعي ضاد 7 من 11 محرر الأوضاع لم يشغل بعد هذا جميل صراحة لإحداث اختصار جديد ولكن عندنا عوض عنه بالدخل إلى ملف الاختصارات هذا لم يشغل يعني لم يشغل بشكل يعني هو موجود ولم يشغل مثل الإدخال العربي موجود يدخل بعض الحروب ولا يدخل أغلب الحروب التصميات تا 6 من 11 هذه التصميات ندخل إليها ونراها كما سترون الآن التصنيفات محاورة تمكين هذه الميزة مربع التحديد محدد تمكين ميزة التصنيفات محددة إذا أزلنا التحديد لن نرى مثلا إذا قال ناطق رابط لن نرى نقطة مثلا قسم التصنيف صندوق الخيارات عام مغلقة هنا عام العلامة المرجعية العلامة المرجعية حالة إيجابية حالة إيجابية حالة سلبية حالة سلبية حالة سلبية مثلا حالة سلبية هذا قسم هي أربعة أقسام ننشي بالطاب التصنيف صندوق الخيارات مضغوط مغلقة نضغط عليه السهم الأسفل محدد 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 التصنيف محدد نس أل نس أل أعطانا هنا نقطة السادسة ثم الثانية ثالثة خامسة الميم نقطة خ فقط محدد مضغوط في واحد فقط هنا مضغوط مضغوط ومحدد هذه لم أفهمها صراحة نتجاوزها قسم التصنيف في صندوق الخيارات حالة سلبية مغلقة سلبية نرجع إلى أعلى حالة إيجابية حالة إيجابية نمشي طاب التصنيف في صندوق الخيارات محدد مغلقة محدد تحديد جزء تحديد جزء تحديد جزء هذه أعطانا لها علامة هو هو الميم نقطة خ مرتبة نازليا مرتبة نازليا مرتبة نازليا لا صراحة لم أفهمها كذلك محدد محدد العلامة المرجعية هذه هي Navigation يكتب فقط N-A-V-E Form يكتبها كاملا Form يكتبها كاملا يكتب C-M-P-L C-M-P-L كاملا 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 هذه يعني الاختصارات لن نطيل فيها دعونا نمشي الى قسم آخر عام التصنيف في صندوق الخيارات ناخذة مغلقة محاورة ميم نقطة مربع تحديد ميم نقطة رأيتم محاورة ميم ح تحديد ميم ت زر اختيار زي نقطة خ زي خ زر اختيار تحرير ميم نقطة كاف ميم كاف للتحرير يعني لما نجد هذه الرموز نعرف كل رمز على حدا إذن هذه هي التسميات قائم الخطافة الأعدادات ضليل الإعادة محرر الأوضاع التصميات الاختصارات السريعة هذه الاختصارات السريعة وضغطناها سنرى بعض الأشياء التي وضيفت في من أسطر أخرى التشغيل السريعة المحاورة الإيماءات صندوق الخيارات مغلقة الآن لا يوجد بها شيء تحرير خالم استعراض زر استعراض إضافة تشغيل موافق الآن هذه الأفعام هنا طائمة تفضي الآن محرر التصميات الاختصارات سمات النصوص هذه هي سمات النصوص التي قلت لكم أدخبغة إلغاء زر تمكين أدخبغة مربع تحديد غير محدد هذه وزيل عنها التحديد وإذا حددتها أختار منها ما أريد عرض الأخطاء الإملائية عبر صندوق خيارات النقاط سبعة وثمانية مغلقة هذه نقاط سبعة وثمانية لعرض الأخطاء الإملائية إذا أردت أن أجعلها لا شيء لا شيء رأيتم النقاط السبعة وآله من الس lil النقاط سبعة وثمانية خليتها على 노래 ترختها على هاتفتراضي الخط العريض عبر صندوق خيارات النقاط سبعة وثمانية مغلقة يعني الخط العريض إذا أردته أن يظهر لي المائل لا شيء ممكن أن أضعه كذلك سبعة وثمانية هو أيضا أضعه سبعة وثمانية مثلا ولكن كل هذا إذا لم أضع أدخل بغا محدد لن يشتغل وثم موافق هذا هو كل ما يتعلق بأدخل بغا جداول برايل هو المتبقي لنا عام لا يشتغل وإذا للإستخدام سنعود إليه في مباد إذا دخلنا إلى جداول برايل إذا أنا رجعت بشفت تاب ماش تاب وأعطاني إلغاء ثم تاب جداول برايل المفضلة إضغط للمساعدة بصندوق الخيارات ألماني بإختصارات لا شيء مغلقة سمعتم؟ ألماني بدون إختصارات لا شيء مثلا أنا أريد أن أحدد جدولا ما اسمعوا معي ألماني بدون إختصار ألماني بدون إختصار ألماني برايل حاسوبي أوكراني لاش ألرلندي بإختصارات لا شيء ألرلندي بدون إختصار لا شيء ألرلندي حاس إثيوبي بالإسامية بالإسباني بالإسبانية استوي أنجلي استوي أنجليزي أمريكي بدون إختصار لا شيء أنجليزي أمريكي بدون إختصار لو أردت أن أحدده أنجليزي أمريكي برايل الحاسوبي ستة نقاط الادخالي والعرض. قال الانجليزي الامريكي حاسوبي ستة نقاط. هنا اذا اردنا انه غير من لا شيء الى مثل الادخال والعرض او الادخال واحدة او 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 اضغط على مسافة. سمعوا معي الان. مسافة لا شيء. هو الان صار لا شيء. سمعوا. انجليزي امريكي برايد الحاسوبي ستة نقاط لا شيء. الان اين اريد هذا الانجليزي الامريكي برايل حاسوبي ستة نقاط مسافة? مسافة الادخال فقط. وهل اريده في الادخال فقط? مسافة العرض فقط. هل اريده في العرض فقط? مسافة الادخال والعرض. الادخال والعرض. انا جعلته في الادخال والعرض. انزل مرة اخرى. انجليزي هذا كذلك إذا أردته أحدده الإدخال فقط تركته على الإدخال فقط انتبهوا معي سنرى أين ستطهرات الجداول هذا لا أريد هذا لا أريد شكرا بالشكرا بالشغير التعامل التعامل المتقية التي تتعامل معه المترجم التي تتعاملها انتبه من المترجم الأمر رأيتم كم من جدول موجود هنا؟ عربي بدون اختصارات، جعلته في الإدخال والعرض وسأجعله أنا في العرض فقط لأنه لا يوجد في الإدخال والعرض، لو أردت أن أدخله سأجعله في العرض فقط لأنه لا يوجد في الإدخال هذا فرنسي موحد باختصارات، لا شيء عملته له العرض والإدخال فرنسي موحد برايل حاسوب 8 نقاط لا شيء فنلندي 6 فنلندي برايل حاسوب 8 نقاط لا شيء طيب، أنا الآن حددت ما أريد وطبعاً أغير بالمسافة إما بين لا شيء العرض فقط، إدخال فقط، العرض والإدخال أربع إمكانيات بالمسافة أغير بينها ثم تاب جدول لإدخال برايل الإختصارات لوحة المفاتيح صندوق الخيارات إنجليزي أمريكي برايل الحاسوب 8 نقاط مغلقة هذا للإختصارات يعني لأدخل مثلاً لو قال لي مسافة السابعة والثامنة وكذا وكذا جعلته برايل حاسوب 8 نقاط كيف ذلك أنزل بالسهم؟ إنجليزي بريطاني بدني إنجليزي أمريكي برايل الحاسوب 8 نقاط فقط، لا يمكن أن أحدد فيه إلا هذا فقط يعني لإدخال الإختصارات بلوحة المفاتيح البرايل جدول عرض برايل التانوي للاستخدام صندوق الخيارات فرنسي موحد برايل حاسوب 6 نقاط مغلقة أنا جعلته هذا التانوي فرنسي هذا ليس عندنا في مشكلة عرض علامات التاب كمسافات مربع تحديد غير محدد علامات التاب هذه لا أريدها يعني يعني اللي هي علامات الانتقال أص إثناني جدول عرض علامات التاب كمسافات مربع تحديد غير محدد غير محدد لألا تأتيني أشياء لا أريدها في السطر يبقى خالياً على اليسار خصوصاً الأسطر الصغيرة عدد المسافات لكل عالمات تاب لسطر عرض برايل الحالي تحرير إثنان محدد مسافتان يعني الفقرة هذه كلها لتهم هنا في شيء منع الأحرف غير المعرفة بقيمة هونيكود سدسية عشرية مربع تحديد غير محدد خلوها على الابتراضي عرض الأحرف غير المعرفة كالمثال صفر للخالية الفارغة إثنى عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ستة مائة وثلاثاً تحرير أعطاني من نقطة كار وستة وخمس موافق زر وندغط موافق الآن قمنا بالتغييرات كيف سنحفظ التغييرات سنغلق الـ MPDA ونعيده Alt Ctrl N طيب الآن تذكرنا كيف سننتقل بين جداول الـ MPDA Shift I للإدخال الإدخال في رنسي 1 toda مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى ثلاث جداول عندنا في الإدخال ثلاث جداول عندنا في الإدخال لو أردنا حتى قلج الجداول وننتقل بينها NVDA Shift I NVDA Marge E فهذا ممكن أعطونا الآن العرض NVDA Shift U NVDA Marge U العرض فرنسي موحد برايل حاسوبي ستة نقاط الأول العرض انجليزي أمريكي برايل الحاسوبي ستة نقاط الثاني العرض عربي بدون اختصارات الثالث العرضي فرنسي موحد أنا عملت ثلاث جداول في العرض وثلاث جداول في إدخال لو أردت أن أعمل جداول أخرى فيمكن ذلك وأعتقد أنني أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر